مرحبا يعطيكم العافية في فيديو جديد عن الكورونا يا جماعة يا جماعة ارحمونا انتو علينا والكورونا سمعتوا انتم اخر فترة في الدول العربية انتشرت الاغاني اغاني عربية عن الكورونا وضد الكورونا يعني اشي بقول مش مشكلة الناس تتسلى عم بتطلع نكت كل شعوب العالم عم بتحاول تطلع نكت هذا اشي طبيعي احيانا من الضغط النفسي اشي طبيعي بس تطلعوا اشاعات وكذب طبي يا اخي ما شفتها انا دورت على الانترنت حاولت اكتب كم شعب هيك مناش نحكينو بس الشعوب العربية تدخل على الانترنت على اليوتيوب بتطلع ابو اربعين خمسين واحد صاروا ملاقيين علاج للكورونا يا ما شاء الله اللهم اصلي على سيدنا محمد يعني اشي جيد تدخل على الفيديو تخبيص تخبيص يا جماعة يا جماعة العلاج للمرض لاي مرض خاصة فيروس جديدة او بكتيريا جديدة إلها طريقة علمية للاكتشاف إلها طريقة علمية للاكتشاف أول شي تدرس في المختبر بدرس الفيروس اللي انت بدك تجد له علاج بعدين بتدرس شو خصائصه بتتعلم تركيبته الجينية بعدين بصير تدخل على البروتينات الموجودة كيف بدك تحطم هذه البروتينات عشان تدمر هذا الفيروس في الجسم كيف بدك تقضي عليه بتشوف شو طريقة تسلسله في الجسم او تكاثره في الجسم شو طريقة دخوله شو طريقة خروجه شو بعمل شو الميكانيزم كل هاي الشغلات لازم تدرسها عشان تبدأ تنظر في نظريتك عشان تقدر تثبتها بعدين تبدأ تعمل هاي الأبحاث في المختبر بتقدم هاي الأبحاث بتكملها إذا نجحت هذه الأبحاث في المختبر وقدرت انك تستطيع انك تقضي في الطريقة اللي انت عاملها بتصير تستخدم هذا العلاج التريتمينت على الحيوانات بتجيب حيوانات سواء فئران أرانب قرود خنازير شو الحيوان اللي انت تستخدمه اللي انت بتجده أقرب لأخذ هذا الفيروس وبتعطيه او البكتيريا على ايش انت بتحارب وبعدين بتعطيه هذا الدواء وبتشوف نتيجة هذا الدواء على هذه الحيوانات اللي بعدها بتصير تاخد أشخاص بتجيب أشخاص متبرعين او متطوعين نحكي بدهم يتعالجوا من هذا الفيروس او البكتيريا وبتصير تطبق عليهم طريقة العلاج اوكي الآن بس تشوفها وشوفت النتائج بتكبر القاعد اللي عندك وبتصير تاخد جروبس بتصير تعالجهم بالعلاج الطبيعي الترديشنال او العلاج المعتمد وقروب تاني بتعطيه مثلا بلاسيبيا اللي هو العلاج الوحمي والقروب الثالث بتعطيه العلاج اللي انت بدك تثبت انه فعال طبعا هذا البروسيجر باخد فترة الاخوان واصدقائنا وحبانا انا يعني ما بعرف اذا ممكن نسميهم اطباء نازلين على هاليوتيوب وبعلنوا للعالم انه في فيروس وفي علاج للفيروس الكورونا يا اخي ما بعرف يعني كيف انت ملاقي علاج ما عندك لاب ما عندك مختبرات ما عندك اصلا حالات جربت عليها ما عندك يعني ولا نشرت بحث علمي وهيك انت يعني انا خلطت شوية بابونج على شوية ميرامية على شوية نعنى انا بطلعت علاج يا جماعة مش هيك العلاج بصير يعني خلينا نكون واقعين بلاش نعطي الناس اوهام كاذبة قد يعني تؤدي الى دماء يعني ما احد هيسمى عليهم هدوان لانه والمشكلة انه استضيفيهم معاديين على قنوات تلفزيونية وماشاء الله اللهم اصلي على سيدة محمد ومعطينهم راحتهم يتكلموا اه المشكلة هو يعني انه في وحدة اصلا لا الها في العلم ولا في الطب اه مع احترامي لها كسيدة اعتقد كويتية هي بتحكي انه انا عندي العلاج وبعطيه مش عارف مليار ولا مليون للصين اذا بيشتروا مني ما يعني اذا ما في عقل عند بعض الناس في ناس عندهم عقل في ناس بقدسوا العلم والعلماء تعالوا يا جماعة احنا جامعة سين اه بدنا نمسك هذا الفيروس ونبدأ ندرس ودرسوا دراسة علمية مثقب عادية وعملوا نشر ابحاثه وفلن اخترع يعني عندنا علماء في الوطن العربي اه وجدوا كتير علاجات وكتير ادوية وجدوا كتير طرق لعمليات عالمية واسماء ما شاء الله عليها ممكن يجدوا انا ما عم بنقص لا بس بطريقة علمية صحيحة مش واحد خلط لي خمس ست اعشاب وقال لي انا والله انا لا انقص من طب الاعشاب لانه هذا برضو طب موجود وموجود الطب البديل لكن ما نعد نعطي الناس اوهام كاذبة انا بقولها كاذبة لانه اذا ما عندك ابحاث وما عندك دلائل انك انت وجدت علاج فما يعني ارجوكم يعني سمعنا كتير من هذه الكلمات والكذب الكذب للأسف فلا تستخفوا بعقول العالم ولا يوجد الى تاريخه علاج الصين اعلنت وجود فكسين وعم بيجربوا فيه اللي هو لقاح وليس علاج العلاج ما زال في قيد التجربة في دولة الصين ودول اخرى و ان شاء الله راح يطلع قريبا لكن الى تاريخه اليوم احنا ستة سبعة ثلاث مارس ما فيه اي علاج حبينا نتكلم عن هذا الموضوع عشان نقطع الشك باليقين السلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علينا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة